أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسس به نفسه هنا أيها الأخوة انتقال من سياق البعث إلى الجزاء وهو انتقال بديع كيف ذلك؟ انتقل إلى الجزاء بدليل على البعث وهو دليل؟ العلم العلم دليل العلم إذا كان الله يعلم كل شيء فهو قادر على كل شيء لكنه انتقل من هذا الدليل إلى القضية الجزاء بعد البعث وهذا من بديع القرآن قال الله لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسسه به نفسه فإذا كان الله خالق للإنسان ويعلم ما توسس به نفسه فهو قادر عليه ثم انتقل إلى الحديث عن الجزاء الذي هو بعد البعث لأنهم إذا كذبوا البعث كذبوا الجزاء فقرنا الجزاء بالبعث لأن الإمام بالبعث يلزم منه الإمام بالجزاء وفي هذا الحديث عن الجزاء ما يوقظ قلوبهم ويهزها هزا وهذا مقصود في السورة السورة يلقى فيها هز للقلوب فيها إيقاظ للقلوب الغافلة والمكذبة فيها تخويف فيها تصوير بديع يجعلها يشدها شدا وهذا أمر واضح في هذه الآيات التي سبقت في التصوير السماوات والأرض والسماء وانزل المطر وفي هذه الآيات أيضا في مشهد بديع بليغ عظيم كأنه يصوره مشاهدا أمامنا لاحظوا قول الله عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حبل الوريد الوريد ما هو هو إما أن يكون الشريان الذي من القلب ويتفرع منه تتفرع من العروق وإما أن يكون الوريد وريدان في عنق الإنسان وهما موضع القطع عند ذبح العلعان فهذا الوريد حقيقة يا أخواني مقارنة هذا الوريد تمثيل به بقضية علم الله للإنسان وقربه منه أمر عجيب هذا الوريد خفي ما يراه الإنسان ثانيا هو قريب منه هو قريب منه ليس بينه وبين نظره إلا اليسير فالله سبحانه وتعالى يصور علمه بما توسس به نفسه وهو ما يجري ما يجري في خاطره بمثل ذلك الوريد الذي يجري في الإنسان ويقول الله تعالى نحن نعلم ما توسس بنفسه ونحن أقرب إليه في علمنا وقدرتنا عليه من حبل الوريد الذي هو خاف وقريب مثل ما يقال سهل ممتنع فهو قريب لكنه لا يراه فتمثيل بليغ بديع في قرب علم الله عز وجل وقدرته على الإنسان وهو لا يشعر به ولا يراه قال الله عز وجل إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد من المتلقيان هما الملكان الذان يقعدان قد كلف بعمل الإنسان كلاهما قاعد يكتب عمل الإنسان فالملك الذي عن يمينه يكتب حسناته والملك الذي عن يساره يكتب سيئاته فيتلقيان إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد فهما يتلقان كل عمل لا يفوتهما أي أمر دق أو ظهر أو من سره وعلى نيته وخفائه وظاهره وقوله وفعله كل ذلك أمر معلوم لهم بإلم الله تعالى قال الله تعالى مؤكد ذلك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هنا انتقل السياق إلى ماذا حال الإنسان عند عندما أتى عند الاحتضار فعند الاحتضار هناك ملكان يترقبانه والسياق هنا في حديث الحديث عن الكافرين وهو مع أنه تذكير للمؤمنين إلا أنه في الحديث عن الكافرين قال ما يلفظ من قول ولماذا خص القول أين العمل لأنه في وقت الاحتضار في وقت الاحتضار يقف عمل الإنسان إلا من قوله ولسانه ليس عنده حراك في عمل إلا قوله لهذا قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وهم الملكان الذان يتلقيان روحه عندما تنزع وهذه الآية دال على قضية أخرى وهي أن إذا قلنا أن الرقيب والعتيد الذان يتلقيان كلامه ويكتبانه ويوثقانه لكن قوله ما يلفظ من قول يدل أن ذلك في سياق الاحتضار والله تعالى العمل قال الله تعالى ما يؤكد ذلك وجاءت سكرة الموت بالحق هذا الموت الذي يوقن للإنسان حياته الأخرى لهذا قال وجاءت سكرة الموت بالحق وسماها سكرة لأنها ذهوري عن حقيقة الحياة والإنسان والإنسان في تلك الفترة يغيب باله ويبهر عقله يغيب عن الدنيا وما فيها من فجأة ذلك الموقف الذي أصابه وهو الموت ذلك ما كنت منه تحيد وما معنى تحيد تهرب وتحول التخلص منه والهروب منه ذلك ما كنت منه تحيد وهو مظهر أيها الأخوة لو تصوره الإنسان لكفى به موعظة كفى بالموت وعظة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا هادم اللذات فلحظة سكرات الموت أيها الأخوة لحظة فراق ولحظة يعني انتقال من حياة إلى أخرى فلو تذكرها الإنسان وأنه في تلك اللحظة سينتقل إلى حياة أخرى لا شك أنه سيرهب منها ويتذكر مصيره وما بعده من الجزاء فيوقظ قلبه إذن السورة فيها إيقاظ للقلب السورة فيها إيقاظ للقلب ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها في مجامع الناس قال الله تعالى ونوفق في الصور انتقل إلى قضية البعض ونوفق في الصور أي ما هو ما هي إلا أيام سريعة تنقضي ولو طالت فيأتي نافخ الصور فينفخ فيه وذلك يوم الوعيد ذلك اليوم الذي توعد الله فيه الكافرين المكذبين بذلك اليوم ولاحظوا أن السياق كله يدور حول حديث عن الكافرين قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد في يوم القيامة كل نفس يكون معها سائق يسوقها والحديث هو الظاهر والله علم أنه في الكافرين يسوقهم سوقا إلى النار وإلى الحشر أو إلى الجزاء وشهيد يشهد عليهم قيل أن السائق هو الذي قبض روحه والشهيد هو الذي كان يكتب سيئاته والله تعالى أعلم لقال الله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا هذا اليوم الذي فيه انكشاف أمرك وحقيقة ما كنت تكذب فيه من البعث هذا اليوم الذي كنت تكذب فيه لقد قال لقد كنت في غفلة من هذا ولهذا فالآية في السورة أيضا هي خطاب للمؤمنين الغافلين عن هذا اليوم العظيم وأن هذا المشهد المهيب بغفلتهم في الدنيا ولهوهم وسهوهم ولائبهم قال الله تعالى فكشفنا عنك غطاءك أي أبصرت الآن كشفنا عنك ذلك غطاء ما هو طاء التكذيب والجحود وما كان في نفسك من الاستكبار فبصرك اليوم حديد التعبير هنا بليغ يا أخواني في أنه شدت يقينه بالأمر واندهاشه ورؤيته للحقيقة كأن بصره حديد حاد في النظر الإنسان إذا دهشه أمر ماذا يفعل تجده يشد ببصره يحدق في الأمر تحديقا يندهش له وينقطع فكره كاملا إلا من ذلك المشهد العجيب الغريب قال فبصرك اليوم حديد أي حاد في معرفة الحق والحقيقة ثم قال الله وقال قرينه هذا ما لدي عتيد من هو قرينه اختلف المفسرون في هذا فقيل هو الملك وقيل هو صاحبه الذي سول له وأمل له قال قرينه هذا ما لدي عتيد والظاهر أن هذا القرين هو الملك الذي كان معه هذا ما لدي عتيد يعني عتيد في فعال شديد في تكذيبه ألقي في جهنم كل كفار عنيد أي أنه يستحق أن يلقى في جهنم بتكذيبه وعناده وعتاده في أمر فيما كان منه من تكذيب ثم بيّن الله أوصافه هذا الكاذب المكذب قال من ناعا للخير ما المقصود من ناعا للخير يعني يمنع الخير عن الناس إما يمنع الناس عن دين الله وإلا يمنع المال عن الفقراء وإلا يمنع أصحابه وأهله عن دين الله سبحانه وتعالى معتد يعتدي على الناس بالأذية في صرفهم عن دين الله عز وجل أو معتد على أمر الله عز وجل وأمر رسوله وحكمه مريب من ناعا للخير معتد مريب أي شاك في حكم الله وأمره وما أخبره الله عز وجل به قال الله عز وجل الذي جعل مع الله إلها آخر أي أشرك جمع بين هذه السوآت كلها فهو يستحق أن يكون من أهل النار وأن يلقى فيها إلقاءا فألقياه في العذاب الشديد ليس هو العذاب فقط وإنما هو في العذاب الشديد وهذا هو الكافر الجاحت المناع للخير المريب قال الله قال قرينه ومن هو قرينه هذا قيل هو قرينه في السوء الذي كان أظله قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلالا بعيد حينما يكون هذا حكمه ويؤمر بإلقاءه في النار يقول يا ربي إنما أظلني فلان وأغواني عن دينك فيأتي قرينه في الآية اختصار الله أعلم وهذا من بلاغة القرآن أنه يختصر الحديث فيما يفهم منه المقصود قال قرينه ربنا ما أطغيته ثم قال ولكن كان في ظلال بعيد يعني هو موغل في الظلال بل هو صاحب الظلال الذي قد يعني كامل في ظلاله ولهذا قال ظلال بعيد فقال الله عز وجل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ليس هذا ليس ذلك المقام مقام خصومة وإنما هو مقام الوعيد الذي توعدكم الله به أما في ذلك اليوم الذي كان هناك خصومة وحوار وجدال معكم ولم ينفعكم الجدال فاليوم لا جدال ولا خصومة قال الله تعالى لا تقال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قدمت إليكم بالبيان والتواعد وأن هذا اليوم يوم ستجازون فيه على أعمالكم قال الله تعالى ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد القول لدي ما يبدل بحكم الله على الكافرين بالنار وحكم الله للمؤمنين بالجنة ولذلك ذكر الله تعالى بعده أحوال النار أحوال أهل الجنة قال وما أنا بظلام للعبيد أي إنما هي أعمالكم أجازيكم بها قال الله تعالى في ترهيب هؤلاء وتصوير التصوير البليغ في عذابهم لعلهم يؤمنون لعلهم يردعهم لعل قلوبهم أن تستيقظ من هذا الوعيد الذي يصفه الله تعالى وكأنه مشاهد أمامهم حالا كأنهم يعيشونه الآن ويشاهدونه قال الله يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد لعل السر والله وعلا في ذكر قضية امتلاء جهنم وليس فعل الوعيد لعله يقول قائل من الكافرين أن جهنم قد تمتلي من الكافرين وأكثر الناس كفارا لعل أنجو فيقطع الله عز وجل هذا التخيل الذي قد يتخيله الكافر أنه قد يلوذ بمنجى حينما تمتلأ النار فيقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد مما يؤكد أن الجنة أن جهنم لن تمتلأ حتى يصير إليها أهلها جميعا ولنعجيب هذا التصوير له إخوة أنه خطاب بين الله وبين جهنم يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وهذا الخطاب قد يكون والله أعلم بما صرحت به الآية خطابا صريحا في بين الله وبين مخلوق مخلوقاته وهو سبحانه وتعالى جعل في كل شيء قدرة حسب إرادته وقد يكون ذلك أمر يعني ما يفيد أن النار لم تمتلأ ولكن المعنى الأول ظاهر في أن الله قادر على أن للنار جعل أن يجعل في النار قدرة على الكلام قال الله سبحانه وتعالى أزلفت الجنة للمتقين ما معنى أزلفت لاحظوا هذا التعبير البليغ أيها قربت قربت إلى الجنة قربت الجنة إلى أهلها وأدنيت إليهم حفاوة بهم وإكراما لهم نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهلها قال الله تعالى أزلفت الجنة للمتقين غير بعيدة يعني الجنة غير بعيدة أي الوصول إليها غير شاق لن يشق في الوصول إليها والسعي لها فيقربها الله تعالى لهم قال الله هذا ما توعدون أي الخطاب هنا لأهل الجنة من المؤمنين المصدقين لوعد الله الذين اتعظت قلوبهم واستيقظت قلوبهم لما وعظهم الله تعالى به في هذه السورة وغيرها قال لكل أواب لاحظوا أنه قال لكل أواب أي رجاع وفي هذا ما يعرض بأولئك الغافلين وأولئك المكذبين أنهم يؤوبون ويرجعون ليحوزوا هذا الجزاء وهذا النعيم وهذا الفضل الكريم من ربنا عز وجل قال الله تعالى لكل أواب حفيظ أي حافظ لأمر الله عز وجل وشرعه وحكمه قائم به ثم قال الله سبحانه تعالى في وصف الجنة أيضا من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فهذه أوصاف أهل الجنة لمن أرادها أواب يؤوب ويرجع إلى الله دائما إذا أذنب وأخطأ وكما وصف الله نبيه إبراهيم إن إبراهيم لأواب لحليم أواهم منيب وهو في وصف آخر إن إبراهيم لا وصفه الله في آية أحسن نعم نعم الأحسنت نعم العبد إنه أواب هذا في داود أحسنت فالأواب وصف من صفات المؤمنين أو أوابين الراجعين إلى الله عز وجل حينما يخطئون ويذنبون وحفيظ يحفظون أمر الله عز وجل ثم قال من خشي الرحمن بالغيب وهذا وصف عظيم وقد ذكره الله تعالى في آيات أخرى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وذكره الله سبحانه وتعالى في سورة النازعات في قوله لماذا؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأيضا في سورة تبارك في قوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب لا لا وأما الذين يخشون ربهم بالغيب فهذا الوصف أيها الأخوة هو وصف لازم لأهل الجنة فحقيق وحقيق بالمسلم المؤمن أن يحقيقه ويتحلى به ويجعله أمام عينه قال وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أي رجاع ينوب إلى الله عز وجل كما وصفه في آية أخرى في حال قول إبراهيم في القلب وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ قال الله تعالى أُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ أي أنهم هنا يدخلونها بحال اطمئنان أو أن الله عز وجل يسلم عليهم أو أن الملائكة تسلم عليهم فهي تحتمل معنى أنهم في سلام وأن الملائكة تسلم عليهم ذلك يوم الخلود نسأل الله الكريم فضله يعني وعدهم بالجنة ثم أكرمهم بدخول فيه سلام ويسلم عليهم ثم وعدهم بالخلود فيها ذلك يوم الخلود ثم أيضا قال لهم فيها لهم ما يشاءون فيها يتناعمون فيها كما يشاءون ثم زاد في فضلهم في قوله وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ وَالْمَزِيدُ مِنْ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلٌ فَضْلٌ مِنْهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وغاية المزيد من ربنا والفضل رؤية وجهه الكريم سألوا الكريمة من فضله ثم انتقل السياق وأيه الإخوة ولعلنا نختصر الحديث في انتقال إلى أولئك المكذبين في أول السورة لاحظوا وهي يعني ظاهرة قاعدة في غالب السور أن السياق الحديث في آخر السورة يرجع إلى أولها لأن الغرض ينتقل ثم يتفرع ثم يرجع إلى ختام مناسب لختام صدر السورة قال وكم أهلكنا قبلهم قبل هؤلاء المكذبين البعث من قرن هم أشد منهم بطشا من المؤمم الكذبة من عاد وثمونوح وغيرهم كما قال الله تعالى في أول السورة كذبت قبل انقونوح الآية فنقبوا في البلاد هل من محيص هل وجدوا في تنقبهم للبلاد وسعيهم فيها هل من محيص فنقبوا في البلاد هل من محيص هاي مخرج وخلاص ليس لهم خلاص هل تخلصوا من عذاب الله عز وجل لم يتخلصوا من عذاب الله عز وجل ثم قال الله في آية هي حقيقة يعني تعتبر ركيزة السورة إن في ذلك لذكرها كل ذلك ما ذكره الله عز وجل في هذه السورة كلها أو في أمر هؤلاء القوم الذين أهلكهم الله عز وجل لكن يظهر أن قوله إن في ذلك للبعيد لم يقل هذا دل على القرآن كله أو دل على السورة كلها دل على السورة كلها بما تضمنته من مواعظ وتذكير لذكرى لمن كان له قلب كل إنسان له قلب لكن ما المقصود بالقلب هنا القلب الحي الواعي المستحضر ولهذا قرنا بقوله أو ألقى السمع وما معنى إلقاء السمع هو الاستماع المقصود به بالانتفاع أن يلقي السمع وهو يريد أن يتلقى ما يذكره وينفعه ويهديه ويبصره بالحقيقة والحق الذي أراده الله عز وجل ثم قال وهو شهيد يعني شاهد لذلك وحاضر له ويعني كأنه من أهله هذا الذي ينتفع بالذكرى هذا الذي ينتفع بالذكرى قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض ومن بينهم في ستة أيام وممسنا من لغوب هذه الآية هي تأكيد لقدرة الله عز وجل الذي كذبه المكذبون وكأنها كما ذكر بعض المفسرين في ساب نزولها أنها رد لشبهة واعتقاد اعتقده اليهود في خلق الله للسماوات والأرض وهو أنهم قالوا أن الله خلق السماوات في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع ويوم السبت ولذلك هم جعلوه يوم عطلتهم والسبت هو القطع قطعون فيه عملهم قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واللغوب هو التعب في ذلك قطع لإفتراء اليهود الذين افترواه على هؤلاء المشركين وأدخلوه عليهم وإثبات لقدرة الله ففيه مقصدان عظيمان فالسورة فيها يظهر من قدرة الله عز وجل ثم انتقل السياق إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة قوم فقال الله فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون كثير من السور يأمره الله تعالى بالصبر على تكذيبهم ومن يواجه أيها الأخوة هذا التكذيب والإناد حقائق وأمر الله وهذا يعني البيانة التام ثم يكذبون ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرهم وأمامهم وكتاب الله يتنزل عليهم وأياته أمام نظريهم ومع ذلك يكذبون إن ذلك لا يحتاج إلى صبر فلذلك قال الله تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغرب والمقصود بقوله سبح والله أعلم الصلاة لأنه قال قبل طلوع الشمس وقبل الغرب وقوله سبح بحمد ربك التمس بعضهم فيها مشروعية قراءة الفاتحة كيف أعم؟ أن ذكر الحمد هنا فسبح بحمد ربك وأن الصلاة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب التي افتتحت بحمد الله فهذا ملتمس دقيق ولكن ليس صريح قال قبل طلوع الشمس ما الصلوات التي قبل طلوع الشمس؟ الفجر الفجر والعشاء والمغرب قبل طلوع الشمس كلها في الليل وقبل الغروب الظهر والعصر قبل الغروب هي الظهر والعصر وقيل أن المقصود هنا صلاة الفجر وصلاة العصر فقط قال الله تعالى ولهذا قال بعدها ومن الليل فسبحه وهذا يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء فشملت الآية الصلاة الصلاة كلها والآيات التي دلت على الصلاوات كلها ثلاث آيات ما هي آية الروم ما هي آية الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون وآية الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهود أحسنتم قال و وش الآية هي طه هي اللي ذكرناها بعد نعم حسنت يعني هذا في في مثالك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب طيب قال الله سبحانه وتعالى وأدبار السجود ما المقصود بأدبار السجود قيل أن المقصود بهذا التمس فيها ابن عباس رضي الله تعالى عنها ملتمس كما التمس في قوله وأدبار النجوم صلاة ما الذي استنبطه هنا وما الذي استنبطه هناك ولا دقة ابن عباس أخذ من أدبار النجوم مشروعية صلاة الضحى وأخذ وأخذ من قوله وأدبار السجود يعني النوافل ومعنى سن الرواتف وغيرها قال الله عز وجل مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب هل الخطاب الاستماع للنبي صلى الله عليه وسلم صريح في أن يستمع أو بمعنى انتظر حين يوم ينادي المنادي من مكان قريب هذا معنى إما أن يكون الاستماع هنا استمع لكل مخاطب والنبي صلى الله عليه وسلم خطب لأنه هو المشرع عن الله عز وجل وهو الذي اتلق عنه الأمة وهو المخاطب الأول فيكون الخطاب لمن بعده مثل قول يا نبي إذا طلقتم النساء ونيسى النبي صلى الله عليه وسلم هو المطلق وإنما هو المشرع فقوله واستمع يوم ينادي المنادي في ذلك اليوم إنما المقصود به تصوير ذلك اليوم وكأنه أمر مشاهد للآن يحصل الآن فالله عز وجل يصور المشهد تصويرا واقعيا حاضرا وهذا انبلاغة القرآن ولهذا أنصح بقراءة كتاب جميل في هذا اسم التصوير الفني لسيد قطب رحمه الله أبدع في ذكر وعرض مشاهد القرآن كيف يصورها القرآن تصويرا بليغا حاضرا كأنك تشاهدها قال الله سبحانه وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي ذكر بعض الفسرين معنا لكنه بعيد ذكره ابن عشور وهو قوله لم يرجحه إنما قال يحتمل قال استمع يوم ينادي المنادي ليوم بدر ذلك من مكان قريب في مكة لأن قوله يوم ينادي المنادي من مكان قريب كيف يكون ينادي وهو كأم مكان قريب لقربة هنا في يوم القيامة لقربة لكن إذا كان في المعنى الآخر فالمقصود به نداء للقتال فناداهم وهو فيهم لنداء الجهاد فالنهاد الجهاد يعلن إعلانا ولو كان أحدهم قريبا قال يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج صيح النداء يوم يسمعون الصيحة أي الكفار حينما نداهم منادي عير أبي سفيان أن عيركم قد قاطعهم محمد فيناديهم للقتال قال ذلك يوم الخروج خروجهم للقتال إن نحن نحي ونميت أي نحي منهم ونميت منهم في ذلك اليوم هذا المعنى الحقيقة فيه شيء من التكلف لكن المشهد الأعظم الذي يدور في فلك السورة ومحورها هو مشهد القيامة ولذلك فهو الأولى والأقرب والألصق بالسياق قال الله يوم يسمعون الصيحة صيحة البعث بالحق قال الله ذلك يوم الخروج يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر فهو خروج من ما كانوا فيه من قبورهم إنا نحن نحي ونميت يعني هذا قدرتنا على ذلك بالحياة والإماتة وإلينا المصير كأن الله تعالى قال أن ذلك الحشر لأن الخلق كلهم صائرون إلى ربهم وإليه يرجعون ثم قال الله يوم تشققوا الأرض عنهم سراعا أي يسارعون إلى المنادي بأمر الله عز وجل ذلك حشر علينا يسير أي يسير أمره هذا الحشر والذي سيكون شامل للخلق كلهم والخلقات كلها وإذا الوحوش حشرت كما أن بن آدم والبشر سيحشرون جميع الخلائق ستحشر في ذلك اليوم قال الله ذلك حشر علينا يسير بقدرته سبحانه وتعالى وإرادته ثم قال الله تعالى في اختام السورة نحن أعلم بما يقولون ما هو الذي يقولون هو التكذيب افتراء على الله عز وجل والكفر والسخر بالنبي صلى الله وسلم شاعر كاهن إلى غير ذلك فهو لم يقل نحن أعلم بما يقولون من تكذيب البعث وهذا من أسرار القرآن كما قلت لكم أنه يحذف المتعلق ليذهب الذهن القارئ إلى كل أمن معنى محتمل قال الله تعالى وما أنت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر وإنما أنت مذكر قال الله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن عليك إلا البلاغ كذبوا وتستكبروا وجحدوا فأنت إنما عليك البلاغ ولهذا قال في اختام السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهذه الجملة هي الحقيقة خلاصة السورة هي خلاصة السورة التي تجمع لك قصدها فقصدها التذكير والتخويف بالوعيد ابتداء من أثبات البعث وانتهاء بالجزاء والرجوع إلى الله عزوه وعلى الجزاء على العمال وهذا نأخذ منه قائده أيها الأخوة أن التذكير بالقرآن هو الذي يحيي النفوس ويوقظ القلوب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فإن الإنسان حينما يذكر بكتاب الله عز وجل يعني في كتاب الله مواعظ يا أخواني تهز القلوب والقرآن بني يا أخواني على شقين الترغيب والترهيب ولا ينفع التذكير إلا بهما الترغيب والترهيب والترهيب والترغيب غالب مع المؤمنين والترهيب غالب مع المكذبين الترغيب للمؤمنين المصدقين والترهيب غالب في خطاب الكافرين فلهذا قال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد لأن سياق السورة هنا فيه تخويف وتذكير بالوعد والوعيد والجنة والنار وخطاب للكافرين خاصة أو يعني ابتداء فما أعظم أيها الأخوة أن نقرأ هذه السورة قراءة تذكير ذكر بها أنفسنا بيوم القيامة يوم البعث يوم الحساب ومشهد الاحتضار والسوق الملائكة والله إنه لمشهد والله إنه لمشهد يحتاج أن نقرأها ونحن نحضر لها قلوبنا إن في ذلك الذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بهذا أيها الأخوة نختم هذا المجلس الذي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تذكر فيه بالإيمان والموعظة وعى قلبه بذكر الله وآياته ونسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن يزينها به وبالأخلاق وأن يجعلنا من الراشدين بإيماننا وأخلاقنا وعملنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك